بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان كيفية إيجاد الثوابت في الدالة العددية لسنة الثالثة ثانوية أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة سير واقتصاد حيث قال F دالة عددية معرفة بالعبارة F لإكس تساوينا AX مربع زائد BX على X مربع زائد CX زائد D قال عين الثوابت الحقيقية أكيد A B C و D بحيث المنحنة CF يقبل مستقيمات مقاربة هي X يساوينا ناقص 2 و X يساوينا 1 و Y يساوينا 3 هذه مستقيمات مقاربة للمنحنة CF وكذلك وبحيث يكون معامل توجيه المماس في المبدأ لهو O ذو الحداثية 00 هو كم هو 3 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الشرح حيث قلنا قال F دالة عددية معرفة بالعبارة لها F لإكس تساوينا AX مربع زائد BX على X مربع زائد CX زائد D قال عين الثوابت A B C و D بحيث إذن نكتب هناك أولا عنوان تعين الثوابت من هي الثوابت؟ ليهي A B C و D لاحظوا جيدا أبنائي قال بحيث المنحنة CF يقبل المستقيمات أو مستقيمات مقاربة هي X يساوي لنا ناقص 2 و X يساوي لنا 1 لاحظوا جيدا إذن نقول أولا لدينا لدينا أن X يساوي لنا ناقص 2 و X يساوي لنا 1 مستقيمان كيف هما مقاربان كيف هما شاقليان لاحظوا جيدا نحن نعلم أن المستقيم المقارب الشاقلي هو الذي يأتي بمعدلة X يساوي إذن عندنا X يساوي لنا ناقص 2 و X يساوي لنا 1 مستقيمان مقاربا لكن شاقليان يعني حتى نفصل هكذا معنا يأتينا ناقص 2 مثلا هنا والواحد هكذا هذه يا أبنائي ماذا يعني؟ نقول يعني حتى تتفهموا جيدا يعني D F مجموعة تعريف هذه الدلة هي R معادة هذه القيم وهي الناقص 2 والواحد إذن أعيد عندنا مستقيمان مقاربان عموديا لهو X يساوي ناقص 2 و X يساوي لنا 1 مستقيمان قلنا مقاربان شاقليا أو عموديا أو موزيا لمحور التراتيب يعني أن D F تصبح لنا تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية معادة ماذا؟ معادة ناقص 2 و ماذا؟ و الواحد هذا ماذا يعني؟ يعني أن المقام الذي هو X مربع زائد C X زائد D يصبح ماذا يساوي؟ بما أن هذه العبارة من الدرجة ماذا؟ من الدرجة الثانية فتحليلها ماذا يصبح يصبح أنه X ناقص هذا الحل لاحظوا جيدا لهو ناقص ناقص 2 و صبح لنا زائد 2 في X ناقص 1 أعيد أبنائي أولا هذه بما أن دالة ناطقة مجموعة تعرفها معناه X مربع زائد C X زائد D يختلف عن السفر ماذا يختلف عن السفر؟ إذا كان X لا يساوي ناقص 2 و X لا يساوي الواحد هما قيم المستقيمات المقاربة الآن معنا هذه X زائد سبح لنا X ناقص 2 X زائد 2 في X ناقص 1 الآن نكمل عملية النشرة سبح لنا تساوي أنشر هذا في هذا سبح لنا X مربع centا ثم هذا في هذا ناقص ماذا؟ ناقص X وهذا في هذا زائد 2X ثم هذا في هذا يأ dioّينا ناقص 2 سبح لنا تساوي أن X مربع ثم عندنا هذا وهذا زائد X ناقص 2 وعندنا من الجهة الخلاق قلنا أنه X مربع زائد CX زائد D تعالوا الآن نستعمل المطابقة إذن الس هو العدد المضروف في X يساوي الس العدد المضروف في X كم هنا إذن س مباشرة ظهر إنه واحد وعندنا كذلك لاحظوا جيدا وعندنا D هو الأعزب الذي لا يملك X يساوي العدد الذي لا يملك X اللي هو كم D يصبح يساوي ناقص 2 ها قد ظهر الآن الس والD أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي الآن بعدما أنهينا مع إيجاد الثوابط الس والD من أين استنتجناهم من كلمة المستقيمات المقاربة العامدية التي هي X يساوي ناقص 2 وX يساوي ناقص 1 حيث قلنا أن المقام يصبح لنا CX مربع زائد CX زائد D يساوي ناقص 2 في X ناقص 1 لماذا؟ لأن تقول القاعدة إذا كان عندنا كثير حدود من الدرجة الثانية وعرفة تصبح لنا AX مربع زائد BX زائد D وعرفة جدرات تصبح لنا A في X ناقص X1 في X ناقص X2 لاحظتم؟ لاحظتم؟ يعني هذه طبقت عليها هذه القاعدة إلا أنه A هنا كم هنا يا أبنائي انظروا إنه الوعيد حتى تفهموا الفكرة الآن بعدما استخرجنا من المستقيمات المقاربة العامدية استخرجنا هذه القيم الموجودة C والدين موجودة في المقام عندنا كذلك قال وعندنا Y يساوي لنا ثلاثة مستقيم مقارب هنا أكيد أفقي بجوار المال النهايتين نقول Y يساوي لنا ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور الفواصيل يعني ماذا؟ يعني بجوار أكيد نضيفنا بجوار الناقص مال النهاية عفوا الناقص مال النهاية والزائد مال النهاية هذا يعني ماذا؟ يعني أنه limit F لX لما نضع هنا القيمة المطلقة هكذا لما القيمة المطلقة لX يأول إلى الزائد مال النهاية المقصود منها أن X يأول إلى ناقص مال النهاية وX في نفس الوقت يأول إلى زائد مال النهاية هذا ماذا يعني قلنا؟ تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثلاثة معنى نهاية الدالة هذه عند الزائد مال النهاية والناقص مال النهاية تساوي لنا ثلاثة هذا يعني Y يساوي الثلاثة الآن ما علينا إلا أن نأتي بما أن هذه الدلة الدلة الناطقة فالنهاية عند المال نهاية أكيد نأخذ أكبر حد على أكبر حد لهذا حتى تفهموا جيدا تصبح لنا الليميت انظروا جيدا إذن قلنا لميت AX مربع على X مربع لما القيمة المطلقة قلنا X تأول إلى الزائد من معناه نقصد الزائد من نقص معناه يذهب هذا مع هذا تصبح لنا A والتي هي بالمطابقة انظروا كم نضعوه هنا هذه تصبح لنا A يساوينا كم يساوينا الثلاثة نهاية الدلة عند الزائد مالنهي والنقص مالنهي قال تساوي ثلاثة معناه لميت F لX لهي AX مربع على X مربع يذهب هذا مع هذا كم تعطينا A وهي بالمطابقة كم تساوينا الثلاثة إذن A ظهر الثلاثة بعدما أنهينا معاهتين نأتي الآن إلى البقية الذي هو B البي سوف نستدرجه بحيث يكون معامل توجيه المماس في المبدأ ذو الإحداثيات سفر سفر هو ثلاثة لاحظوا جيدا إذن نأتي الآن أبنائي إلى قلنا إلى الآخر قلنا بحيث يكون معامل توجيه المماس في المبدأ هو ماذا؟ هو ثلاثة إذن نأتي الآن نقول هكذا بما أن معامل توجيه المماس عند ماذا؟ عند المبدأ الذي هو أوضي الإحداثيات سفر سفر هو ماذا؟ هو ثلاثة يعني ركزوا جيدا يعني نفسره هنا حسابيا أي فتحة لصفر يسوي لنا ثلاثة لأن هذا المماس ماذا؟ يشمل ماذا؟ يشمل مبدأ معامل توجيه عنده في تلك النقطة يكون لنا ثلاثة أن المشتقة عند إكس يساوي الناس سفر كم تساوي؟ تساوي الثلاثة معانا علينا أن نأتي إلى هذه العبرة ونقوم باشتقاقها لكن قبل أن نعين العبرة علينا أن نضع هذه الثوابت هنا تصبح لنا هكذا أف لإكس يساوي لاحظوا جيدا الآ قلنا هو ثلاثة تصبح لنا ثلاثة إكس مربع زائد بي إكس على ماذا؟ على إكس مربع السي كم قلنا؟ واحد زائد إكس ناقص إثنان نأتي الآن إلى عملية الاشتقاق نقول هكذا الدالة أف قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجالها اللي هو دي أف اللي هو أرمع هذا ناقص إثنان والواحد ركزوا جيدا وصبح لنا عبارة مشتقتها اللي هي أف فتحة لإكس تساوي عندنا هكذا لاحظوا إذن عندنا إذا كانت عندنا نسبة اللي هي إي على ذي مشتقتها ماذا تساوينا؟ تساوينا مشتقي البسط في المقام ناقص مشتقي المقام في البسط على المقام مربع تعالوا نطبق مشتقي البسط اللي هو هذا الآن إذا أصبحت تصبح لنا كم؟ أصبح لنا ستة إكس زائد ب مشتقي البسط في المقام اللي هو إكس مربع زائد إكس ناقص إثنان في المقام ناقص مشتق المقام المقام ها هو نشتقه اللي هو يصبح لنا إثنان إكس زائد واحد في البسط اللي هو ثلاثة إكس مربع زائد ماذا؟ زائد ب إكس على المقام مربع اللي هو إكس مربع زائد إكس ناقص إثنان الكل مربع. ارجو قد فهمتم يا ابناء الان. قلنا لاحظوا جيدا واسمعوا. قلنا انه اف فتحة لصفر كم تساوي تساوينا الثلاثة. اذا اف فتحة نقول اف فتحة لصفر يساوينا كم? ثلاثة. قلت كم يساوي? يساوي لنا ثلاثة. يعني ماذا يعني? يعني هنا نعوض هنا بصفرة. في كل مكان من الاكس بصفر. صفرة 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 صفرة. لاحظوا قلنا اف فتحة. اذا نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر ونضعها كم تساوي تساوينا ثلاثة. لماذا? لانا لا دعي ان نكمل كل الحساب بمعنى المتعلق بالصفر. ثم بعدها ماذا تصبح? اكيد هذه تذهب الى الصفر. هذا الى الصفر. هذا الى الصفر. هذا يذهب الى الصفر. وهذا الى الصفر. وهذا الى الصفر. وهذا الى صف وهذا الى صف. ماذا سوف يبقى لنا? اكيد تبقى لنا هذه بي في ناقس اثنان. وهذا الجزء كليا يذهب الى الصفر. لماذا? لان هنا عندكم صفر في هذه القيمة اكيد سوف يذهب هذا الجزء كليا الى الصفر. بقيت لنا ناقس اثنان بي على هذه ناقس اثنان مربع الذي هي كم? الذي هي اربعة يسعينا كم? ثلاثة. ارجو قد فهمتم. نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين. سوف تصبح لنا كم? تصبح لنا ناقس اثنان بي يسعينا اثنى عشر. ومنه بي يسعينا اثنى عشر على ناقس اثنان الذي هي ناقس ستة. ها قد ظهرت كل الثوابت الذي هنا بي يسعينا ناقس ستة. فتصبح لنا عبارة الدالة الان العبارة النهائية لهذه الدالة. لاحظوا جيدا اذا قمنا بعملية المسح هنا. هاكذا. تصبح لنا انه في هذا المكان ننزع البي ونضع العدد ناقس ستة. هذه هي عبارة هذه الدالة فقط ابنها. اذا العيد. ولخص. يعني الذي لم يفهم جيدا. قلنا بما ان الدالة تقبل مستقيمين مقاربين عموديا اللي هما اكس يسوي ناقس اثنان و اكس يسوي ناقس واحد. هذا يعني ان مجموعة تعرف هذه الدالة هي اير معادل قيم اكس يساوي و اكس يساوي. هذا ماذا يعني انه هذا المقام يصبح اكس مرب زائد سي اكس زائد دي يساوي لنا ماذا يساوي لنا هذه القيمة. فقمت بعملية النشرة ثم طابقت ما بين هذه وهذه فوجدت السي هو واحد والد هو ناقس اثنان. هذا الامر. الان بقي لنا كيف وجدنا الان. قلنا نهاية هذه ايغلاق تساوي ثلاثة معنى نهاية الدالة عند المالة نهاية تساوي ثلاثة. دالة دالة ناطقة فيصبح لنا اكبر حد على اكبر حد الذي اعطي لنا ا. وقلنا كم تساوي النهاية هذه ثلاثة مباشرة ال ا هو الثلاثة. بقيت لنا ال 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 ب قلنا معامل توجيه المماس عند المبدأ ا. كم هو هو ثلاثة معنى المشتقة عند الصفر. وهي اكس. هذه. هذه نعوض وهنا. تساوينا ثلاثة. فقمنا بعملية الاشتقاق. وعوضنا بالصفر وجعلنا تساوي الثلاثة. فوجدنا انه ب. اصبح يساوي ناقس ستة فقط ابنائي. وفي الاخير ابنائي وبنات الاعزاء. اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما ارجوكم ان لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة. والعافية والترحم على روح امي الطهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك. انها صفحة الاستاذ نور الدين. ليصلكم جديدا باستمرار. وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.